ومعنا مباشرة من بغداد الخبير الأمني والاستراتيجي دكتور هاني عشور أهلا بك دكتور هاني عبر السكينوز عربية كيف يمكن وصف هذه العملية بدءا من الهجوم ولاحقا بالعملية الأمنية واستهداف الصيد الثمين بالنسبة للقوات الأمنية العراقية شكرا لكم حقيقة منذ فترة الحكومة العراقية تقوم بعمليات استباقية وتلقي القبض على عناصر عديدة من تنظيم داعش على سبيل المثال تم القاء القبض قبل فترة على والي بغداد ثم القاء القبض على الذين نفذوا عملية تفجير مدينة الصدر وهناك نشاط يومي للقوات العراقية في البحث عن عناصر داعش سواء مظافاتهم أو مخابئهم أو مقازن أسلحتهم ولكن التقارير تشير إلى أن عمليات داعش قد زادت بنسبة 30% عما كان عليه في العام الماضي يضاف إلى ذلك هناك تقارير دولية تشير أن عدد عناصر داعش بين العراق وسوريا يصل إلى عشرة آلاف عنصر يضاف إلى ذلك هناك عمليات تسلل يومية من الأراضي السورية إلى الأراضي العراقية لعناصر داعش وهذا ما يعني أن هناك تواصل أعيد هذا التواصل بين عناصر داعش سواء في سوريا أو العراق وهذا ما يعني أن داعش بدأ بتجديد أساليب حقيقة أيضا هناك عملية أخرى حدثت بالأمس في ناحية يثرب في محافظة صلاح الدين عندما هاجمت مجموعة داعشية عائلة عراقية وقتلت سبعة أفراد يضاف إلى ذلك عملية في هيد غرب الأنبار أيضا استهدفت عائلة وقتلت ثلاثة أشخاص وهذا ما يعني أن داعش بدأت يعيد تنظيمها نعم لا يستطيع ولكن 450 كم طول الحدود التي يجب تأمينها أي خطة أمنية مطلوبة مع دقة هذه المعلومات وما تفضلت به الآن من أرقام هي فعلا مقلقة وازدياد العمليات التي تستهدف عسكريين ومدنيين في الآن بين العراق وسوريا 630 كم المساحة هي ممسوكة حقيقة هناك قوات أمريكية في الجانب بكل تأكيد لأن المناطق الحدودية بين العراق وسوريا ما زال فيها تنظيم داعش رغم أن هناك ألوية عراقية وقوات عراقية وقوات أمريكية في الجانب السوري ولكن حقيقة هناك أعداد كبيرة من داعش ما زالوا يتحركون بين الحدود العراقية والسورية وهذا ما يعني أن هناك تواصل بين عناصر داعش وهذا التواصل يؤدي إلى تنفيذ خطة جديدة يقوم بها داعش يجب أن يكون مقابل هذه الخطة خطة استباقية للحكومة العراقية أيضا بكل تأكيد داعش يغير أساليبه لا يستطيع الآن أن يستهدف مدن يحتى القرى يحتى النواحي ولكن يستطيع أن يصل إلى القرى والنواحي وينفذ عمليات بهدف إثارة الرعب وإثبات الوجود هذا ما تحدثت عنه صحيفة بيغاريا البريطانية داعش يستفر في الأزمات السياسية العراقية قالت الأزمات السياسية تسبب بحرب استنزاف أو حرب أشباح هناك مزيد من الدعاية ومزيد من التمويل من خارج الأراضي العراقية والسورية ماذا تفرض هذه الهواجس على الحكومة تحديدا مع هذه الهجمات في الساعات الأخيرة الحكومة العراقية تخطط لنشر كاميرات حرارية على الحدود بين البلدين بين العراق وسوريا لكي تتمكن من رصد أي حركة على الحدود ولكن هناك مناطق لا تستطيع الوصول إليها يضاف إلى ذلك عملية إعادة التنظيم وتبديل القطاعات هناك قطاعات عسكرية عراقية ما زال لها مدة طويلة ممسكة هذه الأماكن عندما تمسك قطعة عسكرية مكان ما بدون إعادة تنظيم وبدون إعادة تأهيل وتدريب وتستمر لسنة أو سنتين في نفس المكان هذا يدعو إلى التراخي تتراخى هذه القطعة العسكرية إضافة إلى ذلك بعض المناطق التي لم تحدث بها عمليات لداعش تكون فيها نوع من الإطمئنان لدى السكان أو لدى القوات الأمنية العراقية بأن داعش لن يصل إلى هذا المكان هذا ما تستثمره داعش يضاف إلى ذلك الأزمات السياسية العراقية هناك حقيقة صراعات موجودة على سبيل المثال عملية استهداف معسكرات وقواعد أمريكية هذا يجعل داعش تتحرك أكثر لأن هناك عمليات عسكرية أخرى تجري في المنطقة تجذب أنظار الحكومة إليها كالهجوم على سبيل المثال على قاعدة بلد الجوية أو عين الأسد أو مطار أربيل أو مناطق أخرى أو الدعم اللوجستي الذي يقدم للقوات الأمريكية واستهداف أرتالة يجعل اهتمام الحكومة ينصب على هذا الجانب وربما أيضا الخلايا النائمة في المناطق حيث تواجد داعش أعتذر منك دكتور هاني ولكن انتهى وقت النقل المباشر مسجدهاتنا في بغداد الخبير الأمني والاستراتيجي دكتور هاني عشور أشكرك جزيل الشكر